اشتركوا في القناة على معادات الدول العربية بشكل عام وتشفيهها ومحاولة إثارة هواجف المواطنين ضد حقوماتهم وضد صعوبهم لذلك لا غرابة أن تكون هذه القناة التي تقعد الزراع الإعلامي للسنظيمات الإرهابية هي البوق الذي يستخدمونه فيه نحن الآن نجد هذا التصرف حتى يتنافع مع الإخلاق ويتنافع مع المواثقة الدولية وإنما نؤكد أن بقاء هذه الوصالة يتم الوقوف أمام ما تقوم بهذه القناة من كحريغ ضد الأمة العربية بشكل عام وقياه هذه استضافة كل الجماعة الرهابية سواء كانت الداعشية أو القائدية أو الحوثية وقياه هذه القناة التي تروج بشكل فاضح وشكل غير مهني بما يحصل في الوطن العربي من جرين بينها شيء طبيعي جدا نحن في اليمن دولة وشعبا نجد مثل هذه الأعمال التي تقوم بها قناة الجزيرة ونؤكد بأننا في طريقنا إلى تجميع عدد كبير جدا لرفع دعوة بهذه القناة التي تسعى إلى تشتيت اليمن نعم السيد صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة